اشتركوا في القناة اقصاء جميع عناصر الشريفة جميع الكفاءات المحترمة التي ممكن ان تقدم لمصر شيئا عملت هذه الحكومة على اقصائها لانها حكومة عنصرية تحمل اتجاه سياسي معادي لاتجاه الاخوان والاسف الشديد جدا احنا وقعنا او شعب مصري وقع فريسة بين الخليفات السياسية بين التائرات المتناحرة سواء جامعة الاخوان المسلمين او جبهة الانقاذ هذه الحكومة عملت نفس جماعة الاخوان المسلمين فجماعة الاخوان المسلمين اقصر جميع الشرفاء المخلصين لهذا الوطن من غير جماعة الاخوان المسلمين وايضا هذه الحكومة اقصر جميع الطائرات او جميع المخلصين الشرفاء التي لا تنتمر الى هذا الفكر اليساري النصري الليبرالي لشيء الامر الاخطر ان ان لابد هذه الحكومة ان ترحل ان ما فعل الدكتور مرسي او ما فعل جماعة الاخوان المسلمين من تضليل الشعب المصري واخفاء المعلومات عن الشعب المصري هذه الحكومة عملت ذلك وأكبر دليل على ذلك الحد الأدنى والأقصى الأجور الحكومة وعدت أن الحد الأدنى والأقصى الأجور سيتطبق من الأول يناير وهذا كلام كان تضحك على الدؤون وكان كلام تضليل للشعب لأن لغاية النهاردة هذه الحكومة لم تتمكن من عمل قاعدة بيانات لدخول جميع الموظفين العاملين بالدولة أنا زي هعمل حد أردن حد أقصى وأنا ما عندش قاعدة بيانات بدخول الموظفين إزاي هعمل الموازنة إزاي هحد الأنا الموازنة العامة للدولة هتطلع أدئم للحد الأدنى وهتستفيد أدئم للحد الأقصى حدش عارف إن معنوش قاعدة بيانات وده كان فكر محترم جدا كان بيعملوا الدكتور في الوزارة المالية السابق إجراج للصوف المحترم اللي هم أشاروا علينا إخوان من أجل إنه هو يرحل عن وزارة المالية لأن كان له توجه كبير جدا 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 في تطهير وزارة المالية من اللصوص وكذا تحقيق العدالة في الأجوار في العاملين بالدولة عامة سواء كان في الوزارة المالية أو غيرها لذلك تم الإطاحة بهذا الوزارة المحترم بحجرة أنه من جماعة الإخوان المسلمين وهو لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بأي صنة حتى لو ينتمي جماعة الإخوان المسلمين وعايز يقدم خدمة لمصر لابد أن نقول للناس كل المصريين مرحبا منكم مداموا عندهم القدرة على العطاء عندهم الكفاءة المهالة لذلك عندهم الوطنية لبلدهم اشتركوا في القناة